نفسك فيه ومش عارفة تعمليه تعالي بقى اقولك على النهاردة التكات والحركات اللي انت هتطلعيه زي بتاع زمان بالزبط اللي بفكرنا بناس جميلة هنعمله النهاردة بطريقة سهلة وسريعة وطعمه حلو جدا وازاي اللون بتاعه من جوة لونه موف كده بقى سهل طريقة وابسط طريقة ومن غير زيت خالص هتعمليه احلى شوية بتنجان مخلي ليستهلوا بوقك جنب شوية فل وطعمية جنب طبق بصرب التقلية النهاردة هنعمله بطريقة بسيطة وزي بتاع امهاتنا بتاع زمان عايز اقولكم الطريقة دي بتاعك جدتي بس عايز اقولك طعمه حلوة اوي 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 يعني كل اللي هيدوه عندك مش هيفتكر خالص اللي هو بتنجان مسلوه لكن طعمه حلو جدا وبيتخزن ويقعد للشهور من غير ما يحصل له اي حاجة تعالي نسمي الله ونصلى على الرسول علي افضل الصلاة والسلام وحط اللايك بتاعك ولو انتي اول مرة تتفرج علي متنسيش تعملي متابعة للصفح وتصلي على الرسول في الكومنتين بصي بقى اول حاجة انا جبت كمية البتنجان اللي انا محتاجها انتي هاتي الكمية اللي تعجبت وغسلته كويس جدا مع طبعا الفلفل وبشيل البتنجان الحتة اللي من فوق من غير سكينة خالص وحل على النار فيها شوية مية حلوية وهتنزلي بتلات معالق من الزيت وكمان ربع كوباية من الخل بصي بس الحاجات اللي هقولك عليها ديت التكات ديت جمدة جدا هتعجبك اوي لما تطلعيه في الاخر ودوق الطعم بتاعه بعد كده هحط نص المعلقة كبيرة من البابركة وطبعا ما فيش حاجة من اللي انا بقولك عليها دي اختياري كله اجباري لازم تحطيها بعد كده هحط نص المعلقة من الكمون وهحط كمين شوية ملح وطبعا ما تنسيش التوم كده هحطيت نص المعلقة الملح وهحط كمين التوم والتوم اللي انا هحطه دلوقتي توم مفروم هحط كده قد مثلا ممكن نقول 3 فسوس طوم كبار مهروسين وهقلب كله مع بعض وبعد كده هجيب بقى البتنجان من غير ما شؤه ولا افتحه ولا اي حاجة خالص بس اهم حاجة ما تقطعوش بالسكينة شليها كده بايدك هتتشال بكل سهولة الحطة الخضرة اللي فوق والفلفل كمان كذلك هنزل بكله مع بعض في الوقت دوت بقى هحط طبق والطبق دوت فايدته اللي هيخلي البتنجان ما يعومش على وش الماء وكله يستوي في وقت واحي وهغطي الحلة بس مش هكتمها هسيب لها كده شوية هوا عشان ما يفرش مني على البتاجيز اسمعي بس التكات البسيطة ديت وايه ودعيلي هسيبه على النور لمدة 10 دقايق او ربع ساعة على حسب نسبة التسوية اللي انتي عايزيها معايا كده هنا قد خمس ست لامونات معصورين عصرتوهم وحطت عليهم ربع كوباية من الخلق بس زيادة شوية يعني اكتر من الربع شوية بعد كده حطيت نص معلقة من الكمون ونص معلقة من الملح لأ اكتر شوية الملح حطيت معلقة صغيرة معلقة صغيرة هرامية وبعد كده نزلت بقى بالطوم ويا سلام لقى والطوم بقى اللي عندك انتي ضربه في الهون الهون بتاع زمان تدوق ايه بقى كده في الهون هيطلع احلى شوية دقة يستهلوا بقى بعد كده بقى انا كنت فرمى اصلا عندي فلفل احمر حطيت منه كده قد 3 معالق كبار عشان يشط شطوا الدنيا كده ويخلوا الدنيا حمرة كده وتعمها حلوة طبعا التوم والفلفل لو مش متوفرين عندك تقدر تضربهم زي ما قلتلك كده في الكبه او في الهون هيدوكي نتيجة كويس بس في الهون هيديكي طعم تاني خالص بعد كده بقى في الوقت دوت بعد ما خلصت التدبيلة البتنجان كان خلاص معاي زي ما انت شايفة كده هطلعه في طبقه وطبعا لما اطلعيه صفي كويس من الميا بتاعته والميا ده توعي ترميها هقولك هنعمل بها اي دلوقت كده خلاص طلعت الكمية كلها بسم الله ما شاء الله الميا رحتها جميلة عايزة تشيرب كده بعد كده جبت بقى الطبق اللي انا كنت حطه فيه لدقة وانزلت بالبتنجان بعد ما هدي شوية يعني بعد عشر دقيق كده من طلوعه من الميا تسيبيه تهوى كده في الهوى شوية بس ما تسيبوهش يبرد خالص لازم تعمليه وهو صخر في الوقت دوت بقى هقدر اللي انا ايه بحرف المعلقة كده او ممكن بإيديه افتح له كده فتحة بسيطة عشان خاطر نحشيه وطبعا لما تسيجي تحشيه نزليه كله في الدقة كده علشان كله من جوه ومن بره يشرب التدبيل هنمسك بقى واحدة واحدة كده بقى دينا ونقدر اللي احنا نحشيه في الوقت دوت بقى عايز اقولك هو لونه متحولش الموف ولا اي حاجة طب امتى اللون الموف ده هنحصل عليه هقولك دلوقت طبعا البتنجان دوت صحي احلى مش صحي قوي عشان المخللات بتبقى مش صحية اصلا بس عايز اقولك يعني صحي ممكن نضحك على نفسينا لو مش مقلب الزيت مسلوق فاطع محلو يعني بعد كده بقى حشيت كل البتنجان بالتدبيل اللي احنا عملناه في الوقت دوت بقى اي علب التلاجة عندك بس تكون محكمة الغلق ممكن بطرمان لو متوفر عندك حجمه كده مناسب وازاز ده هينفع قوي والبتنجان هيقعد عندك من شهر لشهرين من غير ما يحصل له اي حاجة خالص وكل يدوقي احلى شوية بتنجان مخلل طعمهم كده في ريحة الزمن الجميل اعملي بقى منشن كده لاختك او لقربتك او لصحبتك اللي نفسها على طول بتروح للبتنجان وخليها تجرب طريقة البتنجان دوت واكتبي ليه في الكومنتات الطريقة ديت انت كنت بتكليها من عند مين مين عندكم في العيلة كان مشهورة بشوية البتنجان المخلل بتاح كده حطيت خلاص الفلفل وحطيت كمان بقيت التدبيلة اللي احنا عملناه في الوقت دوت بقى هتنزلي كده بمغرفتين او على حسب العيلة ما تاخد عندك ممكن تاخد اكتر من مغرفتين شوية مية البتنجان اللي تسلق فيها وتقفل العيلة كويس وعلى التلاجة جاري شليها بقى شليها في التلاجة افتح عليها تاني يوم او لو انت عاملت الصبح افتح عليها على الغداء وكلي بقى ودوقي احلى شوية بتنجان مخلل عايزة اقولك كمان لو مش محتاجين نهاردة ممكن تفتح عليه بعدها بيوم بعدها بيومين هتلاقي اللون القلب بتاعه بقى لونه موف زي ما انت شايفة كده من مية البخلل اللي احنا حطناها عليه وتقدري تحتافيز دي بقى بطرمونات ازاز كده وتشليه في باب التلاجة الله 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 سده اللي انا عايزة ااكل بقى شوية بتنجان مخلل ده جنب طبق ملوخية وطبق بامية باللحمة الموزة ايه رأيكم تجي نعملها مع بعض انتظروا بقى الفيديوهات اللي جاي هتعجبكم كده ما تنسوش تعملوا متابعة للصفحة واللايك بتاعكم اللي بينوارد سلام عليكم